وفي حاجات كده زي العلم برضو ملهاش وطن يعني إذا حصلت في مصر نجاح أو إذا حصل في مصر نجاح فهو نجاح للعالم كله إذا حصل في أي حتة في العالم نجاح فهو نجاح للعالم كله الشبه كده برضو الفن الفن طول الوقت عابر للغات عابر للاختلافات وعابر للثقافات وهو لغة لوحده في حد ذاته هو لغة بنشوف في الفترة الأخيرة فعاليات فنية وفي حالة كده من النشاط الفني والثقافي العالمي اللي حصل في مصر أفتكر إذا كانت معلومتي مظبوطة أنه بدأت أول تجربة شبه دي جمع فنانين من مختلف أنحاء العالم دعوتهم لمصر احتضانهم في مكان ما عشان يقدموا منتج فني وحضاري للعالم حصلت غالبا أول مرة في المؤتمر إحدى مؤتمرات الشباب في شرم الشيخ إذا كانت معلومتي دقيقة لكن دي أقرب حاجة إحنا نتذكر ومن بعدها تحولت إلى عادة جميلة وفعالية ثقافية متكررة حاليا أي حد هيروح يزور العاصمة الإدارية يتفرج يستمتع يشوف وصلنا الفين ياخد حد صديق يفرجه على العاصمة الإدارية هتشوف النهاردة وبكرة وفي العام القليلة اللي احنا فيها دي أنه فيه سيمبوزيوم بيتم إقامته في العاصمة الإدارية جديدة اسمه سيمبوزيوم لافيستا السيمبوزيوم لافيستا دولي للنحت بيشارك فيه أمهر فناني النحت من العالم اللي بيقال عنهم كده فناني الصف الأول في النحل أعمال الفنانين بيتم في العاصمة الإدارية وستستخدم لتحسين الصورة البصرية والذهنية للعاصمة الإدارية زي ما بقول لحضراتكم كده كبار فناني العالم عملوا ايه؟ أخدوا كل واحد كتلة من الرخام أو الحجر الجرانيت الحديد الخردة كل واحد بحسب مختار وتعالوا بقى شوفوا المنتج اللي غالبا قارب على الانتهاء في العاصمة الإدارية النهاردة وصل لحد فيه احنا هنا في مقار ورشة سيمبوزيوم العاصمة الإدارية الجديدة لافيستا لافيستا سيت العاصمة الإدارية الجديدة عنا النهاردة 16 نحات من عباقرة النحط في العالم يعني ليهم كل نحات لي حوالي 20 ل 30 عمل نحتي في جميع عواصم العالم النحاتين الموجودين حاليا من أوكرانيا وروسيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وشمال مكدونيا وعندنا كوسف سيمبوزيوم النحط الدولي أو سيمبوزيوم العاصمة الإدارية عبارة عن أعمال فنية من الحجر الرخام أحجام ضخمة من 300 و400 على أواعد رخام مساحتها 100 فالعمل بيبقى صارحي بساحته تقريباً 4 متر و 5 متر نحدى الموضوع ده بقالنا 6 شهور كل فنان كان بيعرض علينا أعماله اللي هيعملها وحوالي 70 نحات قدم أعماله واختارنا للـ 17 دول بس طبعاً إحنا بنقدار أعمال معينة لها فلسفة معينة وإن شاء الله يوم 3 نوفايمبر هيكون عندنا افتتاح المعرض بعد انتهاء أعمالهم وهيبقى إن شاء الله حدث مهم جداً بيتم على الأرض العاصمة الإدارية الجديدة النحات اللي هنا هو نحات محترف مش نحات يعني أعماله رضيعة لأن ده نحات محترف ولف العالم أعماله موجودة في كميع عاصم العالم الحاجة الثانية الأعمال دي عايزة نحات عنده يعني معرفة بالخامة مش أي حد دي نحات على الرخان الرخان دي الخامة صلبة وصعبة طبعاً الفنانين اللي هنا أغلبهم أساسة جامعة وفنانين حتى اللي مش هستيس جامعة هو فنان محترف في بلده وما بيشتغلش على فن بس طبعاً أغلبهم درسين دراسات قوية جداً في أكاديميات فنون كبيرة جداً براً احنا معلنا فنان من إيطاليا وعندنا من ألمانيا وعندنا من روسيا من سان بردسبورغ طبعاً دهن نحاتين أكويائية وإحنا عملنا لهم زيارة كمان لمعالم مصر السياحية أول مجم أول يوم حبينا نعرفهم على الحضارة المصرية وقدناهم مضحف الحضارات الجديد وقدناهم الحرم وقدناهم خاني الخليلي والحسين ودي كانت جولة مهمة جداً لهم في أول يوم عشان يبدأوا يشتغل موسيقى حقاً هذا هو مجرد مجرد في أجبت حقاً لقد روضت بيشتغل ومعثي أكتبوا أجببون عددين أحب هذا مجرد جداً إنه مجرد 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 ومجرد ومن المتتوقف هذا المترجم للبقاء والأجيبنين في المستقبل. هذا أولا في المستقبل في المستقبل ويحيد فهم هذا حيث. وعلى قلتككك بمعضاً ومشجع. لعبة في المستقبل في المستقبل. وأنا بمعض المستقبل. مع الحياة والحياة الأنسية فهو جميل أن يكون هنا و جميل أن تجدونكم جميعاً لا، هذا ليس أول مرة لا أعلم، أحب أن أقل 10 مرة لقد كنت في إيجيبت ومثلات مرة أخرى كما هنا في أستراكا ولكن أيضاً أحد أحد في هذا السمبوزيوم في أسوان هذا أول سمبوزيوم للنحط في العاصمة الإدارية وأنا أتشرف أن أكون اليوم هو المشارك المصري الوحيد بالنسبة للرخام مع فنانين طبعاً من دول كثير جداً أقل حد فيهم 35 مشاركة دولية في أوروبا كلها أقدم حاجة معاصرة وفي نفس الوقت هي مصرية اشتركوا في القناة وإبقا في العاصمة قائمة أتصار